طيب حضرتك برضو كان لكي نشاط واضح جدا ومرموخ في منطقة معينة من مناطق القاهرة وحنبتدي بالمؤطم ماذا فعلتي هناك؟ بعد محو الأمية أدركت أنه الناس دول جبارين الصراحة صنعوا من لاشيء صناعات صغيرة في سنة الثلاثة وتمانين تقصودي سكان؟ السكان من شيء تناصر هم تسع شيخات أنا كنت متمركزة أكتر في شيخة حي الزبالين بيسمون رقم تسعة اللي هم جماعة القمامة شفتوهم تحولوا من جماعة قمامة لمصنعين تلاتة وتمانين كنت موجودة يوم فيه جامعية أهلية ركبت لهم ثمان آلات مكابس النهاردة عملنا حصر قبل الثورة على طول كان فيه ألف وخمسمائة مكنة صناعات صغيرة ألف وخمسمائة منشأة صناعات صغيرة وجزء مش بطال متسجل عايزين دلوقتي يطلعوا لمناطق الصناعية وبيبحثوا عن أراضي وليهم قصة تانية كده لإعادة تدوير القمامة؟ بالضبط يعني هم حتى مش بيسموها قمامة هي موارد وده مرتبط بقى بيحوار عن تغيرات المناخ لأنه لو دولا كانوا ولعوا في البلاستيك والكارتون والورق وكل ده بدل ما يهم بقى لهم سبعين سنة بيعيدوا تدويره لو كانوش عملوا كده كان بقى عندنا كارثة بيقية بيحموا المناخ من أنه ده يتحرق ويولع ويطلع دخان وتسخن الأرض وهكذا في الصناعات الصغيرة دي وشغل الناس دول أدركت أنه دي قوة اقتصادية رهيبة صحيح عشر وظايف مباشرة لكل طن بيجمعوه سبع وظايف مباشرة وعشرة غير مباشرة يعني سبعتاشر وظيفة لكل طن ما فيش أي حد ما بيشتغلش في الأحياد يعني أدينا مثلا مثال لهذه الوظائف هذه حدرتك مثال أولا في الجامع في أربعة سوا واثنين بيطلعوا يجيبوا الموارد بنسميها وواحد بيحمل بيروحوا هناك في أربعة تانيين بيفرزوا بعد كده في واحد بيتاجر واحد تاني بيصنف تصنيف تاني واحد أكتر من واحد بيكبس واحد بيكسر واحد بيخسل واحد بيبلور واحد بيخرس مش واحد بقى عشرات وعشرات وعشرات بس دي المهن وبجانب ده المهن المساعدة بقى اللي هي اللي بيسنس سنون الكسارة واللي بيبيع شويلة واللي بيصلح آلة عطلة والعربيات يعني حضرتك احنا عندنا في حي واحد 150 عربية بتلم حقيقي هم مفروض انهم في شركة متعقدة لكن كل العربيات اللي بتنزل هي بتاعتهم هم مش بتاعت الشركة فرأس مال فزيع طب الرأس مال ده جابونين من إعادة التدوير غير كده انا اول ما دخلت كانوا عايشين في عشش حيك بتكلمي عن منطقة معحددة المؤطسة ستة منشية ناصر عزبة النخل المعتمدية البراجيل 15 مايو مش فاكرة الساتقين مهم كانت عشش كرتون وصاج حاجة مش قدمية طب النهاردة كله طوب احمر ومتين واتجت منين الفلوس دي؟ من عادة تدوير القمامة عادة تدوير قمامة كان التصوري بقى كده انه حضرتك اللي رميتي وفاكراه حاجة خلاص ملهاش لازمة راح علشان يعمل تطوير حضري ومن هنا جاءت العلاقة يعني بيعمل منتج جديد سكن يعني هو رأس مال سكن ومباني سكنية في مدينة القاهرة تقدر بمليارات الجنيهات من حاجة كنا رميناها في سبت الزبالة فاكراها حاجة ملهاش لازمة اشتركوا في القناة